موسيقى ازايكم؟ عايز ابدأ كده بسؤال كم واحد هنا خطه حلو؟ في الكتابة العودية خلص؟ نايس كم واحد خطه حلو؟ عدد اكثر كم واحد شايف ان الخط المفرودي يبقى في المجموعة؟ يدخل ضمن المجموعة في المدرسة؟ اوكي خلونا احكي لكم قصة الخط معي كده صغير اكتشافت بدري ان انا بحب الخط العربي اوي وكان عندي الموهبة دي الموهبة دي خدتها ورستها من والد الله يرحمه هو كان المعلم الاول ليه وهو اول حد علمني مسكة القلم وعلمني الخط كنت موهوم بالامضة بتاعته كان بيمضة جميلة جدا هو كان اسمه محمد كمال الامضة دي اعدت حوالي عشر سنين من طفولتي بحاول بس اقلدها لدرجة ان انا جيت في مرة قلت له انا دلوقتي بعرف اقلد امضتك فقاللي مستحيل قلت له طيب خلينا نشوف فجيت كتبتها قدامه لدرجة ان هو خاف لحسن انا ازورها بعد كي فقاللي اوعي تستخدمها كان عندنا في المدرسة مادة الخط هي طبعا مادة مش داخلة جوه المجموع بس انا كنت احريص دايما ان انا جيب فيها عشرين من عشرين دي صورة من شهادة احد الشهادات اللي عندي في سنة ثانية عدادي كنت باجيب دايما فيها عشرين من عشرين وبقفل المادة في برضه حاجة كانت بتحصل معايا دايما وما زالت يمكن لحد دلوقتي وهي ان انا بميز الشوارع باليوفط بتاعتها يعني مثلا لو جيت تقولي اروح شارع كذا منين هقولك معرفش الشارع ده قصلا اسمه ايه بس اعرف ان الشارع ده اللي على نصيته اليوفطة الفلانية دي كلها كانت حاجات بتنبقني ان انا يعني نوعا ما بحب الخط او هي دي الموهبة اللي انا بحبها يعني زي معظم الناس اللي حصلت والمجموع ما دخلتش كلها اللي انا كنت اتمنها لقيت نفس دخلت كلها التجارة ودي يمكن ساعتها حسيت ان هي ممكن ما تبقاش حاجة لطيفة او بالنسبالي بس في الحقيقة دي احلى حاجة حصلتلي طبعا انتو متوقعين دلوقتي ان انا اقولكوا ان انا استغلت وقت كلها التجارة في ان انا اتعلم الخط ده ما حصلش تماما وانا قدتها انشطة الطلابية وده عايز اقولكوا اشتغلت يعني اشتغل على شخصيتي قوي وخلاني ابدأ اتعلم ازاي اشتغل من غير فلوس ازاي اتطوع ازاي اعمل حاجة مفيدة ازاي نتعلم ونحن صغيرين ونكتشف مواهبنا بعد ما اتخرجنا واحد صديقي كان جرافيك ديزاينر قال لي انت خطك حلو ايه بصح قلت له اه 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 طب ما انت بتعمله ده حلو او ممكن تشتغل به حاجة اسمها تايبوغرافي فانا قلت له ايه ايه الكلمة دي قال لي تايبوغرافي ده هو فان التصميم بالخط او الخط التصميمي ان انت تعمل ديزاين جميل بالخط العربي فانا حسيت لوهلة ان انا كأن سمكة كانت برا المية ورجعت المية بتاعتها عدت خلال بعد الكلية عدت حوالي ثلاث سنين بتعلم بس ازاي اتعلم الخط حضرت ورج كتيرة واتعرفت على ناس في المجال مجال الديزاين والتصميم والارت بشكل عام وبدأت اكتشف حاجات كتيرة اوي في الخط وبدأت اقرأ اكتر في الخط واكتشفت حاجتين مهمين اوي اول حاجة اكتشفت ان الخط ليه قصة جميلة جدا خلونا احكاها لكم بسرعة بداية ظهور الخط او تطور الخط بدأت مع نزول الوحي القرآن لما نزل كانوا بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة انه هو يكتب او يوثق الكلام اللي لسه نازل ده وعشان كده كان فيه حاجة اسمها كتبت الوحي الناس اللي بيعرفوا يقرأوا يكتبوا هم اللي هيكتبوا الوحي وطبعا لاهمية واعظة من الحاجة اللي هم بيكتبوها كانوا مطلوب انه هم يكتبوها باتقان شديد لان الحاجة دي هي اللي هتوثق طول السنين اللي بعد كده مع الوقت الموضوع فضل يتطور اكتر وبدأت الدولة تكبر اكتر وبدأت الحضارة العربية تكبر اكتر وبدأ يحصل تطور في انواع الخطوط اللي بيعملوها وزي ما انتم شايفين هنا هتلاقوا صور كتير للانواع الخطوط مختلفة دي مخطوطات قديمة كتبت بيها ايات من القرآن حتى ده ده خط من الخطوط المندثرة يعني اسمه الخط القندوسي الخط ده مميز جدا وخط ارتستيك او فني قوي الخططين ساعتها بدأوا يتنفسوا ازاي هيكتبوا بخط احسن وهيزاي يجاودوا الموضوع لدرجة ان بدأ يظهر اشكال جديدة كتيرة للخطوط ده مثلا عايز اقولكو ده من احد اقدم المصاحف اللي تم تجمعها في عهد عمر بن الخطاب ده يمكن يبقى اقدم مصحف في التاريخ وهنا كان دور الخط دور مهم جدا زي ما قلتلكو بدأ يظهر انواع خطوط كتيرة من ضمنها مثلا خط اسمه خط الثلث الخط ده هتلاقينا دايما بنشوفه في اللوحات الجميلة هنلاقيه موجود على الجدران بيتعامل بالأعمال الفنية برده اتعمل خط زي الخط الديواني الخط الديواني هو سمي بالديواني لانه كان بيكتب في دووين الملوك وكان السلطان كده يكتب الفرامان بتاعه فيكتبوه بخط الديواني برده ظهر خط اسمه خط الفارسي نسبة الى بلاد فارس اللي هي الدولة الايرانية او البلاد الايرانية وكان خط يتميز بالانسيابية وبالنعومة وبعد كده ظهر الخطوط اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي هو خط النسخ والرقعة خط النسخ سمي بالنسخ لأنه كان بينسخ أو بيكتب به المصحف أو الكتب أي واحد عايز يعمل كتاب هيكتب بخط النسخ وخط الرقعة سمي بالرقعة أو الرقعة لأنه كان بيكتب على الرقاع يجيب مثلاً حتة ورقة كده زي لما بنقول انزل هت الطلبات فبنكتب بسرعة هو ده خط الرقع مع الوقت الخط بدأ يتحول من أداة وظيفية لأداة فنية وبدأنا نشوف الخط موجود أكتر وليه استخدامات أكتر على جدران المساجد وعلى الأبواب وعلى اليفط وموجود كل حاجة في الحضارة وبقى هو اللي بيعرف بالحضارة أنا عايزكوا يعني تركزوا مع شكل الجمالي اللي موجود في أنواع الخطوط المختلفة دي وقدي إيه كان فيه إتقان وحرص للفنان المسلم أو الخطاط إنه هو يعبر عن هويته وعن ثقافته وعن حضارته عن طريق الخط أنا أحب تلك السلايد قوي بالمناسبة فيها أعمال يعني كل ما أشوفها بحس أن أنا عايز أعيض بجد طيب كنت أقول لكم أن أنا اكتشفت وأنا أتعلم حاجات معينة اكتشفت هذا التاريخ اكتشفت أيضا أن الخط في رطباط الشديد بينه وبين الكونجفو قوي يعني هو شبه الكونجفو في حاجات كتيرة عارفين أن حد هنا يلعب كونجفو أو يلعب أي رياضة كتالية؟ دايماً الموضاع يبقى محتاج ثلاث حاجات يبقى محتاج تكرار ومحتاج وقت ومحتاج صبر الخط أيضا أنت بتتعلمه محتاج تكرار تكتبه كثير قوي ومحتاج صبر عليه رهيب ومحتاج أن أنت تصبر عليه أو محتاج أن تقضي فيه وقت عشان يتقال عليك أن أنت مستر بروسلي كان له مقولة كانت جميلة جداً كان بيكلم عن إزاي الإنسان ممكن يبقى مارن في حياته كان بيقول Be like water my friend حد عارف المقولة دي؟ أنا المقولة دي بصراحة كانت دائما بتستوقفني بس اكتشفت أن الخط العربي برضو عامل زي المية يقدر يتقاول بأي شكل قالب هو محطوط فيه يعني مثلاً لو حطينا الخط عايزين نحطه في شكل معين يقدر ياخد شكل ده زي المية بالزبط المية تحطها في كوباية تاخد شكل كوباية تحطها في إزازة تاخد شكل إزازة تحطها في براد شاي تاخد شكل براد دي مرونة الخط العربي أصبح دوري إن أنا أبين أستخدم موهبتي في إن أنا إزاي أبين الجمال للخط العربي ده ممكن أقريكم شوية نمازج من شغلة أقول لكم إزاي ده ممكن يحصل يعني مثلاً لو عايزين نعبر عن الهيبة والفخامة والقوة ممكن أستخدم حرف عمل إزاي لو عايز خط يديني إيحاء بالتاريخ يجي لحد يقولي أنا عايزة أعمل حاجة تاريخية إيه الخطوط اللي ممكن أستخدمها وإيه مدى العبقرية بتاعت الخط إنه هو يقدر يتقاول بعمل زي المية كده يقدر يتحرك بيها طب لو جينا مثلاً بيطلب مين ساعات في الشغل إن إحنا عايزين حاجة شعبية حاجة توحي بثقافة معينة زي مثلاً ثقافة أفريقية أو ثقافة مصرية شعبية أو حتى ثقافة من دولة تانية ممكن داي تعمل زي بالخط الخط كمان قادر يعبر عن الشباب زينا كده مثلاً الديزاينز دي هتحسوا إن هي شبهك قوي فيها بعض من التجديد بعض من المرح بعض من المرح بعض من المرونة وشكلها مختلف وجديد زي الشباب بالضبط كمان الخط ممكن يعبر عن المرأة يعني مثلاً أنا لما حد يقولي أنا عايز أكتب حاجة بتعبر عن المرأة أول حاجة بتيجي في دماجي خطوط لينة خطوط نعمة مش مستقيمة بيجي في دماجي حاجات مريحة للعين وتكوينات انسيابية دي من أكتر الحاجات اللي بحبها الصراحة بحب أعبر عن الأطفال وعن طريق الخط لما يجي لشغل فيه أطفال بحب الخط يبقى كأنه عارفين لما تمسك خدود طفل كده وتحس إن أنت عايز تمسك خدود وتلعب فيها كده بالضبط أنا بيتعامل مع الخط بنفس الشكل الخط برضو يقدر يوصل لك أحاسيس معينة زي القوة أول ما بيجي في دماجنا كلمة القوة بيجي في دماجنا حاجة سودة حاجة بولد قوية جداً حاجة ضخمة حاجة فيها عنف نوعاً ما كمان ممكن نعبر بالخط عن الأكل مثلاً لما بيجي لي بريف أو حاجة في الشغل تقول لي إحنا محتاجين نعبر عن أكل معين فيقول لي شوكولاتة مثلاً مهرجان الشوكولاتة فأنا حس إن الشوكولاتة هتسيح من الحرف أو مثلاً حاجة زي العسل ودي كمان نمازج تانية للخط يقدر يعمل إيه عن طريق المرنت والإنسابية أثناء الرحلة دي حصل معي حاجة جميلة جداً إن أنا كنت بدأت تنزل حاجات تشغلي لي على سوشيال ميديا وإنستجرام تحديداً وجدت كميونيتي اسمه جودتايب أو بيج اسمه جودتايب هي أكبر كميونيتي للليترينج أرتست والتيبوغرافرز في العالم الأكاونت بتاعهم عليه مليون فولورز ليتهم يتكلموني بيقولوا لنا إحنا بنعمل كتاب وعايزينك معنا في الكتاب ده فأنا ما صدقتش قلت لهم بجد طب إلي خلاكوا تعملوا كده قالوا إن شغلك حلو قلت لهم طيب وبالفعل شاركت في الكتاب ده الكتاب ده كان عبارة عن بيجمع شغل مية تمانية وعشرين فنان من ثلاثين دولة مختلفة وتخيلوا كنت أنا الفنان العربي الوحيد اللي بيقدم خط عربي من خلال الكلام ده هنا بدأ يجيلي فكرة أو بدأت تكبر فكرة في دماجي وهي إن الخط ممكن يبقى عالمي ممكن نوصل بالخط العالمي وبدأ يجي عندي إحساس إن أنا ليه دور بما إن حد في المجال ده أنا واجيلي اللي اللي معي إن إحنا للينا دور إن إحنا نزق الموضوع اللي قدام أكتر حد يسمع عن إنكتوبر إنكتوبر هو تحدي فني عمله فنان اسمه جايك باركر كان عنده مشكلة في الممارسة عارفين أي فنان عنده مشكلة دايما إن هو يقعد على الحاجة كتير فكان عنده المشكلة دي فقال أنا خلاص أنا قررت إن أنا أثبت شهر أكتوبر من كل سنة وواظب على إن أنا أعمل ثلاثين رسمة في الشهر لمدة ثلاثين يوم متواصل والتحدي ده هو كان تحدي شخصه عامله نفسه ولكن مع مرور الوقت على مدار عشر سنين تقريباً التحدي ده تحول لحاجة عالمية جداً وبقوا كمان فنانين عرب يشاركوا فيه طبعاً أنا الحاجة اللي جات في دماجي قلت طب هو ليه مفيش تحدي عربي ممكن يعمل ده فضلت أشارك بالفعل في إنكتوبر وأنا بشارك فيه بالمناسبة لحد دلوقتي بس بالخط العربي طبعاً لمدة سنة واثنين لحد ما ملاقيتش حد عمل تحدي زي إنكتوبر فكررت عمل تحدي إنكتوبر تحدي زي إنكتوبر ومن هنا جات فكرة حبراير كم واحد هنا يعرف تحدي حبراير؟ تمام حبراير هو على نفس الجرار إنكتوبر هو تحدي فني عربي هدفه إن إحنا نبرز المواهب الجديدة في الخط العربي التصميمي على السوشيال ميديا إحنا عندنا بيج عليها أكتر دلوقتي من 20 ألف فولورز الهاشتاج بتاع حبراير هو البطل في الموضوع لأنه كل فنان بينزل الديزاين بتاعه بينزل هاشتاج الهاشتاج بتاعنا دلوقتي عدد 30 ألف هاشتاج ده معنا إن فيه 30 ألف تصميم عربي اتعاملوا على الساحة أو على السوشيال ميديا الفترة دي مكتبش عليكم أنا عندي أحلام كتيرة جداً ما بتنتهيش للخط العربي وشايف إن إحنا لنا دور كبير إن إحنا نزق الموضوع لقدام وشايف إن الخط العربي قادر على المنافسة عالمياً الخط العربي عامل زي الكنز بس محتاج اللي يكتشفه ويشيله تراب من عليه أنا شايف إن أنا ممكن من خلال الشغل اللي أنا بعمله ومن خلال حاجة زي حبراير ممكن نبقى سلمة إن إحنا نطلع لقدام أو إن إحنا ننافس عالمياً على مستوى العالم إن إحنا نصل لمليون فنان على مستوى العالم مليون فنان عربي طبعاً يقدم خط عربي ولينا بعض الأهداف كده من أهمها إن إحنا يبقى عندنا كتاب اسمه كتاب حبراير بيتنفس كل سنة من شغل كل الفنانين اللي بيشاركوا من أجمل الشغل طبعاً عشان يبقى ده مرجع للأجيال اللي لينا بعد كده إن هم يشوفوا زي ما بنشوف شغل قديم وخطوط كلاسيكية نشوف شغل جديد من الخطوط الموجودة وآخر حاجة الشعار بتاعنا في حبراير دايماً فلنصنع سوياً شيئاً جميلاً خلونا أقول لكم حاجة أخيرة زي ما قلتلكم أنا شايف إن الخط قادر على المنافسة عالمياً وزي ما قلتلكم الخط العربي هو كنز محتاج اللي يكتشف الكنز ده واللي يشيل من عليه الطراب أنا حابب أشكر والدي الله يرحمه لأنه كان السبب في أن أنا أقف في المكان ده وأن أنا أطلع الخط العربي سننا لقدام فأنا بوهب له الطوك دي فاكرين في سؤال سألته لكم في الأول خالص وقلتلكم كم واحد شايف إن الخط المفروض يدخل في المجموعة دلوقتي خلونا أسألكم نفس السؤال كم واحد شايف إن الخط المفروض يدخل في المجموعة في المدرسة شكراً 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 شكراً